كان البرلمان العربي دعا إلى حجد رد فعل دولي حازم على سياساته ومواقف حكومة الاحتلال ورئيسيها الرافض لحل الدولتين والعمل على تنفيذ اعترافي وقرار صريح من مجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وفي مشروع القرار الصادر عن الجلسة الثانية في دور الانعقاد الرابع المنعقدة بمقر رماعة الدول العربية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية أكد البرلمان العربي أن تصفية القضية الفلسطينية أمر مستحيل كما أكد البرلمان العربي رفضه الكامل لأي محاولات لتهدير الشعب الفلسطيني من أراضيها